اطلع الأستاذ علي الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتغال الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية من المهندس علي عسكر رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحيح على خطة عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة المياه والبيئة والصعرط لقادر المنظمات الدولية في دعم الهيئة والمؤسسات المحلية لتنفيذ بعض المشاريع الخدامية منها مشروع تحلية المياه البحر في المناطق الساحلية وإمكانية شراك القطع الخاص الوطني لمساعدة الهيئات والمؤسسات على إنجاز مهامها والوفاء بالتزاماتها وتطرق الليقاء كذلك إلى جملة من الصعوبات والمعويقات التي تقف أمام سير عمل هيئة الموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه ووزارة المياه والبيئة ومنها ضعف الموازنات التشخيلية ترجمة نانسي قنقر